إذن الأمر خطير الأمر ليس بالهين ولذلك هناك أنواع من الرياء يقع فيها الناس وهم لا يعلمون هناك رياء بالعمل وهناك رياء بالقول وهناك رياء أيضاً بالبدن الشرك الخفي وهو ما يتعلق بالرياء الرياء ما يتعلق بحال المنافقين واضح وبين ولكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته ولأمته هو الأهم لنا جميعاً وهو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا جميعاً ما هو الذي خافه؟ قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء قال الرياء وجاء في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وشرك السرائر إياكم وشرك السرائر قالوا وما شرك السرائر؟ الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى إيش من نظر الناس إليه إذن هو من الرؤية ومن ما يراه الناس لهذا الشخص فيزين صلاته لما يرى إيش من نظر الناس إليه إذن الأمر خطير الأمر ليس بالهيئ ولذلك هناك أنواع من الرياء يقع فيها الناس وهم لا يعلمون هناك رياء بالعمل وهناك رياء بالقول وهناك رياء أيضا بالبدن والمظهر وكلها خطر وكلها حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام